إذا كان الفراق رح يخلينا نفكر شوية ونبتعد شوية ونراجع نفسنا ونصحح من أخطائنا ونعود على هذا الأساس أعتقد هي لتكون العلاقة ممكن أنها ترجع من جديد صحيح بالضبط هلأ أحيانا منشوف أو الدراسات بتقول أنه هيدا الفراق ممكن يكون فعلا وسيلة لقعادة تقييم العلاقة وسيلة لكل حدا يقعد مع حاله يشوف هل فعلا الشك والكان عم يشكي الشيكو لأنه فعليا قبل ما ينفصلوا كل حدا عم يشكي للطرف نحن منشكي وجعنا طرق مختلفة فبيقعد مع حاله هل فعلا الشك والعم يشكيه كان شريكي بمحله هل فعلا أنا كنت منقص بجوانب معينة لما بيكون فعلا سبب الرجوع هو شعورنا بالفجوات أو بالأخطاء المرتكبين فأنا بحط احتمالية كبيرة لتكون العلاقة أحسن بس أحيانا تبهي عن نقطة كثير مهمة أنه الرجل بيكون رجوعه لما بيكون عنده شك أو إحساس أو يقين أنا صارت مع غيره بيندم بيصير بالدوء لأنه بحسير بالدوء أو لما بيحس أنه هي سعيدة بلا أو لما بيحس أنه هي صارت ناشحة أكتر بلا وانتبهي عن نقطة كثير مهمة لازم ننتبه في هذه النقطة في نقطة كثير مهمة حتى إذا الرجل هو القرر للانفصال وهو اللي ينسحب ومشي ما بيقبل شريكته بيعتبرها لو تاركها لو هو قرر بيعتبرها هي من الممتلكات وما بصير حدا يقرب لها وهذا اللي بيسبب ضغوط بتلاقي الرجل ليش بيعمل ضغوط نفسية على طريقته ما بصيرت الزوجي أنا بدي أخذ منك الولاد أنا أنا إذا حتى أخلي حياتها وقفة بغض النظر عنه بيعتبر الرجل بطبيعته بيعتبر أنه هي كانت ملكه لو تركه ما بصير حدا يقرب هذا موضوع آخر صراحة بدنا وقت كثير يعني رائع نحن ما فينا نضغافل عنها بدنا نكون دايرين بالدوء هذه لازم نكون نقطة مهمة نأخذها في الاعتبار دكتورة زينة صوفي شكرا لوجدك أهلا وسهلا فيك شكرا لك يا رائع شكرا يا رائع